حسن الله إليكم سماعة الوالد يقول السائل ما حكم هذا القول من يقول إن من يطوف على القبر له حالان إما أن يقصد بالطوافي التقرب إلى الله فهذا بدعة وإما أن يقصد أن يعبد صاحب القبر فهذا فرك لا داعية إلى هذا الكلام لأن هذا سهل الأمر على الناس ويهون هذا الأمر تقول القبر طواف بالقبر لا يجوز لأن الله لم يشرع لنا الطواف إلا بالبيت العتير وليس هناك شيء في الأرض لطاف به إلا البيت العتير فالذي يطوف على غير البيت العتير هذا سرع دينا لم يشرعه الله سبحانه وتعالى نعم حسن الله إليكم سماعة الوالد ولا تفصل هذا التفصيل هذا هو الذي سهل الأمور على العوام وعلى الناس ما داعي لهذا التفصيل لأنك لا فسرت الشيء وفصرته هان على الناس تساهلوا فيه نعم